احنا بنهتم جدا بعضايا المدارس وعضايا المدارس مبارح وزير التربية والتعليم في حوار كده على الواتساب مع الاعداد فبيتكلم على انه هو ده هو معترض على ان احنا بنقدم مسمينا يعني اعلام الحوادث ما يعني من حقي تماما انما الحقيقة انا بقول لوزير التربية والتعليم ان الحوادث هي تشريح للمجتمع وهو الحوادث دي هي مش صفحة حوادث وعلى فكرة صفحات الحوادث هي اهم الصفحات في الصحافة المصرية كنا دايما نعتبرها كده لان انت بتعمل تشريح للمجتمع من خلال هذه الصفحات اه يعني اتمنى انك انت لو من خلال صفحات الحوادث عملت قياس وتحليل لقضايا الاختصاب عددها وزيادتها فهو الوزير التربية والتعليم هو بيقول حتى للاعداد انا لفت نظري الهجوم المتواصل من برنامجكم على الوزارة في موضوعات التغذية وفي التحرش الجنسي هل اعلام الحوادث مفيد للهدف المنشود انا بقول لوزير التربية والتعليم ان الحوادث حضرتك اذا ما هتمتش بحوادث تحدث في المدارس طب يعني هتهتم بايه الحوادث اللي بتحصل في المدارس بتعكس حالة الانهيار الاخلاقي والتعليمي لو حضرتك بتتعامل معنا انها حوادث بس فالحالة تبقى مصيبة لا هي قضايا تربوية وتعليمية فاذا شايف ان احنا اعلام حوادث فالحقيقة انا كمان هقول ان وزارة التربية والتعليم لم تعد تهتم لا بالتربية ولا بالتعليم على اعتبار انه كمان القضايا الكتير اللي بيشوفها الوزير انه يجب انه ينزعج منها ما بينزعجش ويه بيتهم بيتهمنا بانه احنا اعلام حوادث الحوادث تشريح للمجتمع بتعكس حالة الانهيار التعليمي والاخلاقي لما نجيب يا سياد الوزير مدير مدرسة يعتدي جنسيا على طفلة والله في دولة تانية من دول العالم يقال فيها الوزير وهي حدثة يقال فيها الوزير وقيادات تعليمية زي ما فيه حادث قطار ممكن وزير النقل يقول يا اعلام الحوادث انا مالي وما حدثة اطر ادت الى موت 40 ولا 50 ولا مزلقان فالحقيقة انا اندهشت جدا من تعبير وزير التربية والتعليم واللي هو بيقول انه انا مش هسيب شغلي ولهث وراء الحوادث لا يا سياد الوزير تسيب شغلك وتلهث وراء الحوادث لان هو ده شغلنا كلنا شغل المجتمع الحوادث اللي بتحصل داخل المدارس لا هي شغل وزير التربية والتعليم واعتقد حضرتك من المكانة اللي تعي جيدا فيها انه يعني يعني محدش هيقول لحد او هيعلم حد شغله لكن لما الوزير يقول انه انا مش هسيب شغلي ومش وراء الحوادث ما هي حوادث بتحصل داخل المدارس هي لو حوادث بتحصل في الشارع او داخل البيوت او في مزلقان سكة حديد هنقول للوزير نعم لاست مسؤولا انما حوادث الانهيار الاخلاقي التحرش الجنسي الاعتداءات العلاقة بين المدرس والتلميذ ولي الامر اللي في حالة انهيار لما وزير التربية والتعليم يقول انا مليش علاقة وانتوا اعلام الحوادث فالحقيقة انه هنا الوزير بيقع في خطأ جسيم لانه كمان لو ما عليكش القضايا لو هو بس مهتم بانه تعالوا انطور التعليم كويس وانطور التعليم لكن كمان لو انت قلت انا مليش علاقة بالمشاكل اليومية اللي بتحصل في مدارسنا اه لا هتبقى فيه كارسة او مصيبة لانه مش هيبقى فيه تطوير مش هيبقى فيه تعليم اصلا لغاية ما يجي يطور مش هيلاقي تعليم هيلاقي بلطجية جوه المدارس هيلاقي مدارس تحولت الى ساحات بلطجة اه فيا وزير التربية والتعليم لسنا اعلام الحوادث احنا اعلام بيسلط الضوء على هذه الحوادث وهذه الجرائم علشان نضعها امام متخز القرار في محاولة اه علاجها تعالوا نشوف ده حدث ايضا طالب السنوي اللي اعتدى على زميله بقال حد لما بقول ده ليه بقول تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل في مدارسنا تعالوا تاني نشوف وما بقى يعني بنحمل الجميع المسئولية الاسرة والمدرسة والمدرس وليه الامر تلميذ نفسه كلهم يتحملون المسئولية اه والحوادث اللي احنا جبناه حتى اوتوبيس المدرسة اللي دهست تحت عجلاته اه الطفل مبارح اللي ربط الجزمة ربط في الاوتوبيس فالولد انفصلت دماغه عن جسمه لو وزير التربية والتعليم شايف ان ده حدثة ومش هيتم بان فيه طفل انفصلت دماغه عن جسمه بسبب اوتوبيس المدرسة وبسبب التحرش الجنسي بسبب الاعتداءات بسبب تكدس الفصول بسبب الانهيار التعليمي يبقى يبقى مسئول عن ايه اخاطب مين اخاطب وزير البيئة طيب يا وزير البيئة انتبه اعتاد طالب بالثانوية العامة ممارسة البلطقة على زملائه واخذ اتاوات منهم امام باب المدرسة باحدى مناطق حلوان عبد الرحمن طالب بتلك المدرسة لكنه رفض دفع الاتاوة فتلقى ضربة على ظهره بآلة حادة انا خارج من المدرسة فرقيت ورقيت وبيقول لي انا عايز فلوس شان تعدي بنادين ايه انا عايزي اللي هو يبلطق علي بس فقلت له ازاي يعني الكلام ده وروحت زقيته بس فكان هو مسك ماته اصل بس فالخناء اللي هو دورت انا زقيته هو رح مسك الازازة وراح معورني في دور بس بعد ما عورني جري وفضلت انا بقى اتصلت يعني بوالدي وجي خدني وهدي كان رح نخيطنا في مستشفى بس بعد ما خيطنا وطلقنا عملنا محضر والمحضر شغال لغاية دلوقتي والوظهر باه زهيلت طبعا قوي يعني جالي حالة نفسية انا قصنا كنتش متوقع انا تتعور كده خالص عشان كان فيه يعني كزا حاجة يعني انا كنت مرتبة كان فيه كزا كلية ما فيش حد حواليه حتة فاضية والمكان اللي فيه المدرسة فاضي وما فيش ناس ماشية ولا ناس رايحة ولا ناس جاية ولا حد يعني لو وقع كمان نص ساعة كان دمه الصفة وكان مات فيها فانا طبعا خدت الوعد معايا في العربية وجريت على اقرب مستشفى جنبي دخلت شافوا الولد ايه ده وبتاع بتاع تنهم ما فيش كلام دلوقتي الحقوا لي الولد وخيطوا لي ظاهره لاني بينزف والوعد هيموت مني قاعدوا وعملوا الاسعافات اللي تمه وخيطوا ظاهره مية وخمسين غرزة قاعدنا ست ساعات في العمليات جوه ست ساعات وقاعدوا اديله بنج في الجرح وبتاعه لغات الحمد لله لما خيطوا ظاهره كله انا عندي ابني قعد في البكرة ويبقى قدامي احسن ما يتعلمش احنا روحنا لإدارة والتعليم وقال لك احنا هنعمل له جواب فصل ما يخشش المدرسة تاني طب ماشي انت مش هتقدمها ده طب وحق ابني المية وخمسين غرزة دول ملا يجيب لي حقه في المدرسة بيمسكوا ومطوقوا الكلام ده وإزازوا المدرس سايبة خالص ايال هتموتوا وارفالوا وناسوا حاجات حاجات ما فيش حد بيسأل والله ان العلام دلوقت منه فايدة بلطاجة وخناقات وقلة أدب وتكسير واجتمام المدرسين وكل حاجة بلطاجة بكل أنواح بلطاجة بكل أنواح يعني الدرجة ان انا ممكن اتخانق معاك اجيب لك قريبي يعفلوا المنطقة او يعفلوا المدرسة مدرسين هنا بتخاف اكثر من واقعة حصلت هنا بيقولك ان بسبب الاتاوة وفرض السيطرة والبلطاجة وبعدين معظم الشباب بايه حبينا ان هي بقى فردة فرض سيطرة وقوة ماشي سبتك على على اتنين جنيه ويسبتك عشان ياخد منك تليفون ويسبتك عشان يعورك في نفس المدرسة يعني ايه طالب بيعور طالب في زميله يقطع له ودنه يعني ايه طالب بيعور زميله مية وخمسين غرزة فين فين الامن من الكلام ده فين انا عن نفسي لو معاي ابن مش هوديه مدرسة لا اما هوديه المدرسة يعني لو ما خطبناش وزير التربية والتعليم في هذه القضايا هي مش حوادث ده هي قضايا ده انهيار اخلاقي وتعليمي ومش وقع ده احنا كل يوم فيه خمس ست وقائع فالحقيقة توصيف وزير التربية والتعليم لان احنا اعلام حوادث من تاني بقول انه هذه الحوادث هي بتشكل حالة الانهيار الاخلاقي والتعليمي اللي حصل الان ولما تيجي هدك هتطور مش هتلاقي فيه مدارس هي اصلا مفيش لكن البقية البقية هتنتهي وانت الوزير وهو بيطور عليه انه يهتم بالواقع اليومي لاحوال مدرسنا ايه ايه الواقع اليومي كل يوم ايه الواقع اليومي وينزعج جدا لو فيه واقع التحرش جنسي فيه اعتداء بمطوع وسكين فيه موت تلميز تحت عجلات اوتوبيس مدرسة لانه كمان اوتوبيس المدرسة جزء من الحياة التعليمية اه وجزء من الحياة اليومية للمواطنية نشوفنا ازاي امبارح الولد امراسه انفصلت عن جسمه اه نفس المصيبة ونفس المأساة غياب اشراف تعلمنا كده المشرفة بتاخد الاطفال تنزلهم لغاية البيت لغاية باب البيت يعني والصائق ما يطلعش بالأوتوبيس إلا لما يتأكد تماماً إنه ما فيش حد خالص موجود جنب الأوتوبيس من الأطفال لكن هي واقعة واحدة عشرات الوقائع بنتناولها يومياً متعلقة بحوادث تعكس حالة الانهيار التربوي والأخلاقي والتعليمي داخل